موسيقى داعش على حفة الانهيار بعد فقدان 95% من الاراضي التي يحتلها وتحرير الملايين من احتلاله ترامب يوجه تحذيراً شديداً لهجة لكوريا الشمالية ويتوعد بممارسة ضغوط قصوى على بيونج يانج وباحثون امريكيون يكشفون عن اخطر خمس وظائف قد تفتك بحياة الانسان اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام واهلاً بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من الجهود الدولية لمكافحة داعش اذ قال مبعوث الرئيس الامريكي للتحالف الدولي ضد داعش بريد ماغوريك ان 7 ملايين وخمسمائة الف شخص جرى تحريرهم من احتلال داعش الذي خسر 95% من الاراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق واضاف المبعوث الدولي ان مليونين وستمائة الف عراقي تمكنوا من العودة الى بيوتهم بالفعل في العراق اعلنت مصادر عسكرية وامنية عن تمركز قوات من عمليات الجزيرة والجيش والحجد العشائري على مداخل قضاء راوى تمهيداً لاقتحامه خلال ساعات واعلان طرد تنظيم داعش من اخر معاقله في البلاد وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تيتم قريباً الاعلان عن تحرير كافة الوحدات الادارية المأهولة بالسكان في راوى من احتلال داعش وتحقيق النصر على الارهاب اعطى مدير تربية نينوى بالوكالة وحيد فريد عبدالقادر احصائية عن ما جرى تقييمه حتى الان من اضرار لحقت بمدارس الموصل التي يتجاوز عددها الالفين مدرسة وقال ان هناك اثنتين وثلاثين مدرسة مهدمة في الجانبين الايمن والايسر للمدينة بفعل ارهاب داعش والمواجهات المسلحة واكد عبدالقادر لاخبار الان ان اعداد المدارس المهدمة هي التي تم تقيمها فقط حيث توجد هناك مدارس في مناطق ما زالت خضيعة للتطهير لم يتم تقييم اضرارها حتى الان مضيفا ان نسبة الضرر بمدارس المناطق النائية يتراوح بين خمس وعشرين بالمئة بعد احداث عشر حزيران 2014 وتحرير محافظة نينوى تعرضت كثير من مدارس نينوى البالغ عدد 2740 مدرسة الى اضرار متفاوتة بين اضرار بسيطة الى اضرار جزئية والى اضرار كبيرة او مهدمة بشكل كامل مقسمة الجانبين الايمن والايسر تسعة مدارس مهدمة في جانب الايسر وثلاثة وعشرون مدرسة في جانب الايمن عدى المدارس التي هدمت في المنطقة القديمة التي لم نتمكن لحد الان من بيان عدد هذه المدارس اضافة الى تضرر عداد كبيرة من مدارس الجانب الايمن والايسر اضافة الى مدارس الاخضية والنواحي المدينة الموصل يبلغ الضرر من 5 الى 20% نسبة الضرر حيث تمكنت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسيف واليون دي بي وامكانية وزارة تربية من اعادة تأهيل القسم الاكبر من هذه المدارس واحالة عن طريق الابنية المدرسية واحالة القسم الاخر الى الترميم واكمالها في الفترة القادمة بعد ايام من الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية شمالي العراق بدت دمار كبيرا في منطقة درباندخان كونها مركز الزلزال الاخير حيث لحقت اضرار كبيرة بعدد من المباني لا سيما القديمة منها الى جانب انتقال سكان هذه الابنية المدمرة الى مناطق اخرى في انتظار اعادة اعمار منازلهما كنا هنا سالمين حتى اللحظة التي حدث فيها الزلزال وكما ترون حضاء درباندخان اصبح اليوم مدينة تحت الركاب صار صوت اول مرة وصار هزة وطراب وكهربا انفجرت فاني هذي بيأتي هنا قريب بصف هاي الجماعة هنا كانت هاي عائلة خطيئة مهجرين عرب ثمن نفرات من صار الحادث احنا طلعنا احنا وعوائنا بيوت وقعت هاي كليتها وقعت يعني هاي صار يعني نترين ما نقول يوم القيامة وقعت وين ما اتفصت قاعد اتهسها زبينة وطبعتها خم وليقى التلفزيون والثلاجة واقعة وما ادري بس عتصر اخمالها طلعتها لقيتها باخر القرفة هيتش تحبه وطلعتها طلعت تركض السيادة وين ما عمش يضرب من الدرج طلعت اركض بعتها الكهرباء ما طافية عمت وطلعت برا تعيط الصح على بنتها وبنتها جوا المحلاتها بسبب الزلزال هي تضررت راحت الهزات ارتدادية واحد دورة الاخرى الناس عايشة على باب الله اللي صار له سنة سنتين بناءه تأذت الناس بسبب هذا الزلزال هذا الى اتجار سوريا حيث تعرض مستودع يحوي مساعدات غذائية في مدينة دومة الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق لقصف صاروخي فيتذلك القصف بعد ثلاثة ايام فقط على دخول المساعدات الى المدينة التي تعاني ازمة انسانية حد بسبب فرض قوات النظام السوري حصارا مطبقا عليها الى ذلك قال دبلوماسيونة في الامم المتحدة ان واشنطن وموسكو طلبتا من مجلس الامن التصويت اليوم على مشروعي قرارين متنافسين الاول امريكي والثاني روسي لتمديد مهمة الفريق الاممي الذي يحقق في الهجمات التي استخدمت فيها اسلحة كيميائية في سوريا وتنتهي مهمة فريق المفوض مباشرة بمباشرة التحقيق في سوريا اليوم وتطالب واشنطن تمديد مهمته دون اي تعديل في حين تشترط موسكو اعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفوضها استأنفت مدرسة شهيد عبد الرؤوف عثمان الابتدائية في مدينة الباب السورية السنة الدراسية لتعويض التلاميذ ما فاتهم اثناء المدة التي احتل فيها داعش المدينة طيلة السنوات الاربع الماضية تخلف معظم الطلاب عن المدارس الى انهم عادوا من جديد وبحماسة لاستكمال طريق العلم نحو مستقبل مشرق تفاصيل اوفى ضمن سياق التقرير التالي ما انطوت مدينة الباب بريف حلب صفحة داعش حتى بدت الحياة هناك تدب شيئا فشي وكذا البسمة عادت لاطفال المدارس يسعد الاطفال بعودتهم لمقاعد التعليم بفرحة عارمة بدت على وجوههم البريئة بعد ان حرموا من التعليم لنحو اربع سنوات بسبب احتلال داعش للمدينة السورية يعني الطالب كتير متشجع بيجي على المدرسة فرحان كتير بروع البيت اخذ وظيفته اخذ درسه يعني وضعه رائع جدا جدا فرحان بالعلم يعني جاي على المدرسة رغبان ما هو جاي انه مجبر الفترة السابقة يعني اتأثر شوي بفترة داعش يعني شوي كان سلبي كتير كتير لا حلق الحمد للربعمين من دفع وعبيجي على المدرسة يعني فرحان كتير هنا طلاب مدرسة الشهيد عبد الرؤوف عثمان الابتدائية يهتفون في طابور الصباح بفخر عاشت سوريا حرى ابيا المدرسة هذه من بين 11 مدرسة ما ترميمها بعد طرد داعش منذ 19 شهر مضت والسونفت فيها الدراسة في الاونات الاخيرة هذا هو العام الدراسي الاول بعد تحرير الباب من الارهاب اكثر من 20 الف تلميذ انتضموا في الدراسة حاليا تقول ادارة التعليم في مجلس بلدة الباب المحلي هذا العام الدراسي الاول بعد تحرير مدينة الباب من داعش 2017-2018 حتى الان عندنا داعش مدرسة عاملة في مجال التعليم بجاهزية جيدة وممتازة عدد الطلاب فيها اكثر من 20 الف طالب حاليا والعدد في تزايد مستمر الاخوة الاتراق قام بصيانة عدد من المدارس وحاليا نحن نقوم بالصيانة عن طريق المجلس المحلي في صفوف مدرسة الشهيد عبد الرؤوف عثمان ينشغل الاطفال بحل واجباتهم بالاقلام الملونة لنسيان غرس الشر والرصاص والكرهية التي استبدلها داعش بالشموس الضاحكة على جباه أوراق الدرس الفنية لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصلا قصيرة بتفكر من المواقع الإلكترونية المشهورة للسفر بتوجيك كل الأوتيلات فكر مرة تانية وما تضيع عليك شيء المواقع الإلكترونية المختلفة بتورجيك أوتيلات مختلفة في مواقع بتورجيك بس هدول وفي تطبيقات بتورجيك بس هدول بس لأنه تريفاغو بيقارن بين مئات المواقع تريفاغو بيعطيك فكرة أفضل عن الأوتيلات الموجودة وهي كمان طريقة بيساعدك فيها تريفاغو لتلاقي الأوتيل المناسب وبأحسن سعر أوتيل تريفاغو أحييكم من جديد في اليمن سيطرت جيش على عدد من المواقع الجديدة والتباب بمديرية نهم في محافظة صنعاء بعد معارك عنيفة خاضها ضد ميليشيات الحوثي والصالح الإنقلابية وشن الجيش الوطني هجوما كبيرا على مواقع الميليشيات الإنقلابية وتمكن من السيطرة على تباب الرباح وتبت صالح المطلة على وادي محلي قال عمار لعباني مدير مكتب التخطيط التابع لوزارة التخطيط في مدينة السرط الليبية إن فريق العمل قد بدأ في الإجراءات اللازمة لوضع خطة إعادة الإعمار بعد التخلص من داعش وترده من المدينة كما تعلمون مدينة السرط تعرضت لحرب الشريسة لإقتلاع تنظيم داعش منها وعودتها إلى سيطرة الدولة وهناك الكثير حقيقة من الخطط المستقبلية التي تشمل الإعمار والتنمية قطاع التخطيط بسرة حالة مذكرة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني بضرورة الإصراع في تشكيل جسم أو هيئة مركزية لإعمار والتنمية تتولى هذه الهيئة صرف التعويضات ووضع المخططات الجديدة وإزارة مخلفات الحرب وفتح الطرقات وتسهيل حصول المواطنين على التعويضات التي تكفل لهم حياة آمنة وكريمة إلى نيجيريا حيث قتل 12 شخصا وأصيب نحو 22 آخرين بجروح عندما فجر أربعة انتحارين أنفسهم في أماكن متفرقة في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا التي تشهد منذ ثماني سنوات أعمال عنف دامية لمتشددي جماعة بوكوحرام الإرهابية وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديدا إلى كوريا الشمالية مشددا على أن ديكتاتورية بيونج يانج المنحرفة لا يمكنها أن تبتز العالم كما تواعد ترامب بممارسة ضغوط قصوى على هذا البلد مشيرا في خطاب متلفز عقده عقب عودته من جولته الآسيوية أن نظيره الصيني شي جينج بينج وعده بأن يمارس ضغوطا اقتصادية على بيونج يانج دعت الولايات المتحدة المسؤولين في زنبابوي إلى ضبط النفس بسبيل عودة الوضع إلى طبيعته بعدما وضع الجيش الرئيس روبرت موغابي رهن الإقامة الجبرية وأحكم قبضته على هراري وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تنحاز لأي طرف في السياسة الداخلية في زنبابوي إلا أن مبدأها العام ضد أي تدخل عسكري في الحياة السياسية تعدف نون القتال بالنسبة للأطفال مصدرا لاكتسابهم أثقة بالنفس والالتزام الشخصي وتجعلهم أكثر هدوءا واسترخا كما أنها تساعدهم على بناء شخصية قوية لديهم مبكرا وتعلمهم فن التعامل مع الناس تعلمهم ذلك والانخراط معهم أنهم أشخاص كبار في سن مبكر وتغرس في نفوسهم القوى وعدم الخوف من أي شيء لذلك يحرص عدد من الأباء على تدريب أبنائهم وتعليمهم حركات قتالية تجعلهم قادرين على الدفاع عن أنفسهم في أي وقت وتحت أي ظرف كان من خلال تلك الحماسة والصرخات التي نسمعها تتعالى بين الحين والآخر بعبارات تبدو غير مفهومة للكثيرين لكنها بالنسبة لهؤلاء الأطفال هي مفاتيح قاموس الحركات الجسدية للرياضة التي يمارسونها شاركت أنا الكثير من المنضمين لهذه اللعبة من فئة البراعم هذه الحركات ليست سهلة الإتقان كما تبدو بالظاهر لنا بل تتطلب لياقة بدنية عالية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأطفال هذه تساعده لدفع نفسه داخل البيت أو خارج البيت بأسلوب أقوى من الطبيعي خاصة في عدم وجود الأب أو عدم وجود الأم في حال أنه جاءت المشكلة من شخص آخر يعطيك الصحة كبتم ماهر أبغسلك من خلال تمريناتكم والتدريبات التي تعطوها للأطفال ما هي شيء جديد الذي تضفوه لشخصية الطفل؟ على كل أن الطفل يكتسب مهارات لياقة وتكنيك وقبل هذا كله يكتسب ثقة في النفس ويعزز من الثقة عنده وبعد ذلك يفرغ الطاقات السلبية كان عنده طاقة سلبية يفرغها في النادي عشرات الأطفال هنا يقفون أمام المدرب الذي يحاول أن يكون لطيفا وحازما وهو يعلم الصغار المبادئ الأولى للعبة كونهم لا يزالون مبتدئين وقد انهمكوا في تعلم أساليب القتال الفردي وفنون الدفاع عن النفس ومواجهة وصد محاولات المضايقة أو الاعتداء والتي تعتمد بشكل أساسي على قوة الضربة الموجهة للخصم كابتن مصطفى فيك بال من أولئة الأمور على مشاركة أولادهم في النادي ولا لا؟ طبعا فيك بال نحن لا نعلم فن قتالي واحد نعلم الولد أنه يدافع عن نفسه تحت أي ضرب لو أحد جامسكه أحد استخدم يده أحد استخدم رجله أحد طيحه على الأرض كيف يهرب كيف يهرب من الأسلحة كيف يهرب من جميع المسكات اللي بيتعرض بها فلما أولي الأمر يجيب ولده ويتمرن فن قتالي زي كذا فن قتالي ملم بجميع الفن قتالية أكيد هيكون مبسوط أن ولده يعرف يدافع عن نفسه تحت أي ضرب فكل الأولياء الأمور من أهم الأشياء اللي بيجيبه النادى أنه يكون ملم في جميع الفنون القتالية تعتبر فنون القتال بالنسبة للطفل مصدرا لاكتسابه الثقة بالنفس حيث أنه لا يستخدم أي نوع من الأسلحة بل يستخدم يده وقدمه العاليتين عن طريق الضرب باليد والركل بالقدم ويستطيع من اكتسب خبرة في هذا الفن القتالي أن يدافع عن نفسه ضد عدة أشخاص بهذه الحركات حتى تحت تأثير الضغوط الأمر الذي قد ينقذ حياته في الكثير من الحالات والمواقف يوم صباح لأخبار الآن جدة نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير البرساء والستي وسان جيرمان ثلاثي يرفض الهزيمة محليا وقريا محييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية التي اخترنا منها لكم مرحاض ذكي ينظف نفسه ويقضي على الجراثين في تسعين ثانية جاء في تفاصيل الخبر طور زوجان بمساعدة مهندسين ومصممين مرحاض ذكي جديد يمكن أن يضع حدا لمهمة تنظيف المرحاض إذ يمكنه تنظيم المرحاض بكل سهولة خلال تسعين ثانية فقط دون أي مساعدة من الإنسان وبكبسة زر واحدة ونطالع من صحيفة القبس الكويتية مصدرة مدفع يطلق المخدرات من المكسيك إلى أمريكا صدرت السلطات المكسيكية شاحنة معدلة في ولاية سونورا الحدودية تحمل مدفع لديه القدرة على إطلاق حزم من المخدرات عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك وقالت السلطات إن مئتين وثلاث حزم من الماريجوانا ونحو ألفي طلقة نارية صدرت أيضا خلال عملية قرب مدينة أكوا بريتا صحيفة البيان الإماراتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم كاميرا لرصد تقرحات مرضى السكري طور باحثون بريطانيون كاميرا حرارية تسهم في منع بتر أطراف مرضى السكري من خلال رصدها لما يسمى بالنقاط الساخنة التي تستطيع اكتشاف التقرحات الخطيرة في القدمين قبل نموها نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا شاركت مدينة دبي للإعلام في أنشطة تحدي دبي لللياقة الذي أقيم في مدينة دبي للإستيديوهات تشجيعا وتحفيزا للموظفين على ممارسة الرياضة والتمتع بلياقة بدنية عالية وهو ما يواكب التحدي الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للتشجيع على ممارسة الرياضة وتحويلها إلى عادة صحية دائمة تحدي دبي لللياقة 30 في 30 هذا التحدي الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي والذي خذ أبعاد كثيرة من المحلية إلى الأقليمية والدولية هذا التحدي الذي انخرط فيه جميع فئات المجتمع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأيضا أفراد هذا التحدي الذي وضع قاعدة بيانات كثيرة لجميع المشاركين خلال 30 يوم وخلال 30 دقيقة أنا أقول هذا التحدي هو ليس تنهاية ولكن هذا التحدي سيوقع البداية المستمرة لجميع المشاركين اليوم نحن في دبي ستوديو سيتي التي تعتبر أيضا منصة كبيرة لمجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في مجال هذا فبالتالي كون هذا البرنامج يصل إلى هنا والمسؤولين أيضا يقومون بتطبيق هذا البرنامج فهذا معناه أن الرسالة تسمى الشيخ حمدان كان يقصد بها الجميع يبقى مستمع النشط وبالتالي الرياضة هي السعادة وبالتالي ومرة أخرى نقول أن الرياضة ستبقى أسلوب حياة طبعا اليوم نحن متواجدين في مدينة دبي للأستوديوهات مدينة مختصة طبعا في عالم الأستوديوهات والإنتاج الفني للأفلام والإنتاجات التلفزيونية والمرئية والراديو والأشياء الثانية والأهمية هذه الفعالية اليوم الموجودة عندنا طبعا من دون شك احنا مشاركتنا مع النشطة بالإطلاع من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم اللي هو دبي 3030 فنكون كمدينة مشاركة في هذا الموضوع ونشارك بالأشخاص الموجودين متواجدين في هذه المدينة من الناس يشتغلون في الشركات الموجودة وجزء من رجعنا للكميونيتي طبعا الكميونيتي يعني كبير ومتفرق في قضياتنا في ناس كثيرين حابين ان يشاركون في الفعاليات الرياضية بس ما كانت موجودة فاليوم احنا حابلنا ندخل شركات مع الجماعة اللي موجودين عندنا ومع جلس دبي الرياضي طبعا ونشارك بهال الشركة اللي شوفونه جدامكم اللي ان شاء الله يرد بالمردود الطيب حق كل المشاركين طبعا عندنا الرياضيين اللي موجودين طبعا المبادرة السيدي صاحب اسمه شيخ حمدان بن محمد عطانا ثلاثين يوم في ثلاثين ثلاثين دقيقة من يومك لثلاثين يوم نتمرن فيها فكنت ما في احسن من هالمكان دبي ستيديو سيتي لنا هنا موظفين كلهم على الكراسي كراسي من الصبح لين العصر فنحن نبقى نحركهم نبقى نجدد النشاط فيهم ونبقى نغير حياتهم من الافضل طبعا فانا هنا يبتل المعدات يبتل فريق العمل كامل هنا عندنا عشان نهيئ لهم يعني بيئة رياضية حلوة يجددون فيها نشاطهم وايضا يحرقون سعرات حرارية ويوصلون لمرحلة جيدة في حياتهم تؤثر كثير من خياراتنا في العمل على صحتنا فبعض الوظائف تصاحبها المزايا الكبيرة والبعض الآخر تؤثر على الإنسان سلبا من ناحية الصحية والنفسية تفاصيل أوفى مع المهتصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله قامت وزارة العمل في أمريكا بنشر المخاطر الصحية لكل مهنة فما هي الوظائف والمهن الأسوأ والأكثر خطرا على الصحة ووفقا لدرجات محددة كان في المرتبة الخامسة الطبيب الأقدام في هذه المهنة يفحص الطبيب القدم البشرية وأمراضها كالتشوهات ويتعرض لغبار الأظافر وهو ما يؤثر على الجهاز التنفسي وهو الأكثر عرضة لالتهاب الملتحمة والحكة والربو والسعال وفي المرتبة الرابعة كان الأطباء البيطريين إذ يتعرض الطبيب البيطري لنسبة عالية من الملوثات المجهولة والتي تنتقل من خلال الحيوانات المريضة أو الجريحة أثناء علاجها كما يتعرض للعدوى والإنفلونزا من الحيوانات وفي المرتبة الثالثة ممرض التخدير وممرض العناية المركزة بسبب تعرضهم للأمراض والتلوث بشكل عالي إذ تعد وحدة العناية المركزة من الأماكن الحساسة في أي مستشفى إذ يعالج فيها المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وكان في المرتبة الثانية مضيفة الطيران هذه الوظيفة هي واحدة من الوظائف التي تضر بالصحة حيث أن تقديم المساعدة لكثير من الناس غير المعروفين وحزم أمتعتهم يمكن أن يؤدي إلى التعرض للملوثات والعديد من أنواع الالتهابات كما أنها واحدة من أسوأ الوظائف عندما يتعلق الأمر بالوقت حيث لا توجد مواعيد محددة لهذا العمل وفي المرتبة الأولى كان أطباء الأسنان إذ تعد واحدة من أعلى الوظائف أجرا ولكنها أسوأ وظيفة في العالم حيث تعرض من يمارسها لنسبة عالية من الأمراض كما أن المواد المستخدمة في علاج الأسنان كالمذيبات والمواد الكيميائية والمعالجة بالأشعة السينية قد تسبب العدوى الجلدية كما أن الأدوات الحادة المستخدمة أثناء الكشف يمكن أن تؤدي إلى العدوى الفيروسية مثل التهاب الكابد بي في أخبار رياضية توقفت الحياة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لإفساح المجال أمام مواصلة الإثارة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا وقبل توقف المباريات في الدوريات بالقرة العجوز نجحت عدة فرق في المحافظة على تجلهم خاليا من الخسائر حتى الآن التقرير التالي والتفاصيل رغم اقتراب المرحلة الأولى من نهايتها خلال منافسات الموسم الجاري إلى أن ثلاثة أندية لم تتعرض للهزيمة حتى الآن سواء في الدوريات المحلية أو في مسابقة دور أبطال أوروبا وهي أندية برشلون الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي البرسا يقود سباق الليغا الإسبانية دون خسارة بعد مرور 11 تجولة من البطولة محققا 10 انتصارات وتعادلا واحدا وفي دور أبطال أوروبا نجح برشلون في اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة بعد أربع جولات من دور المجموعة برصيد عشر نقاط مانشستر سيتي بدوره حقق مع مدربه الإسباني بيبي جوارديولا أفضل بداية ممكنة له في المسابقتين المحلية والقرية فعلى الصعيد المحلي نجح الستيزن في اعتلاء صدارة ترتيب البريمير ليغ بعد مرور 11 جولة من البطولة جمع خلالها 31 نقطة وفي دور الأبطال سجل السيتي العلامة الكاملة بتحقيقه الفوز في أربع جولات ضمن المجموعة السادسة أما باريس سان جيرمان فقد دشن منافسات الموسم باكتساح أغلب الفرق التي واجهت حيث اعتلى صدارة الترتيب الدور الفرنسي بنهاية الجولة الثانية عشرة ونجح الاملاق الباريسي بقيادة مهاجمه الجديد البرازيليني ماردا سيلفا في تمديد سيطرته من الملاعب المحلية إلى الميادين القارية بعدما فرض نفسه بطلا للمجموعة الثانية بتسجيله العلامة الكاملة بأربعة انتصارات منها انتصاره الكاسح على الاملاق الألماني نادي باري من يونيخ بثلاثيات نظيفة بعيدا عن الرياضة وفي خبرنا الأخير لقيت مراهقة مصرعها أثناء النوم بعد أن تسبب شاحن هاتفها آيفون سيكس في صاعقها كهربائيا وقالت الشرطة في العاصمة الفيتنامية هانوي إنها عثرت على سلك الشاحن الأبيض محروقا على سرير الفتاة وعثر والداء الطالبة ليثيشوان عثروا عليها غائبة عن الوعي في سريرها وأسرعوا بها إلى إحدى المستشفيات المحلية لكن لم يتمكن الأطباء من مساعدتها وأعلنوا وفاتها بالصاعق الكهربائيا وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين داعش على حفة الانهيار بعد فقدان 95% من الأراضي التي يحتلها وتحرير الملايين من احتلاله ترامب يوجه تحذيرا شديدا لهجة لكوريا الشمالية ويتوعد بممارسة ضغوط قصوى على بيونج يانج وباحثون أمريكيون يكشفون عن أخطر خمس وظائف قد تفتك بحياة الإنسان بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذن أعوض أتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في موجاس الأنباء دائما كونوا معنا موسيقى 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 موسيقى